وعين العيب سلوني اجبكم عن كل ما تريد عقولكم ولكن اخالفكم بالرأي والمنهج لماذا الدول السنية ليس فيها حزب ولا تجيز نشوء الاحزاب ونشأتها والدول الشيعية من الحزب الشوعي الى حزب البعث اللعين تتهافت وتتسارع كتسارع الذباب على المذابل اعزكم الله لماذا لم نرى مرجعا او عالم او كبيرا او كاهنا او رجل معبت لماذا لم نرى يحرم هذه الاحزاب لانها مفسدة للشباب وتدمير للامة لماذا يقينا يقول الناس حرية ديمقراطية اشتراكية اليس هناك حرية في الدين الحرية لا تعني ان الديمقراطية والاشتراكية اول من نادى بها الاسلام هي في الزكاة هي في التكافل هي في العدل هي في الحكم هي مساواة الصغيرة بالكبير والفقيرة بالغني وقد ساواكم الله في الاشتراكية حتى في قبوركم هل رأيتم قبر ملك الا وهو حفرة وقبر فقير حمال مثلي الا وهي حفرة وهناك افصل ربهم بينهم بالحق اليس هذه مشترك وعامل بكل شيء لذلك انتم اتيتم بالاسلام الذي كله مرض لان الاعزاب اول من نادت لقتال الله ورسوله فخرج اليها الله كله واخرج اليه اليهم نبيه وعظيم خلقه علي بن ابي طالب لقتالهم انتم تداعيتم ثأرا لما حصل للاحزاب فاخرجتم الينا احزاب كثيرة يقول معلمين كانوا الشيعة يقولون نذهب الى الحسين على الرؤوس لا على الاقدام ونحن موالون الى علي المرتضى ونزوره ونقدسه ونقدم له النذور لماذا لم يسيرون على حب علي ونهج علي وما اراد علي يقول انهم يقولون ما لا يفعلون وينعقون مع كل ناعة انا سؤالي للناس لماذا الدول السنية لم تجدون فيها حزبا على الاطلاق والدول التي تكون اغلبيتها شيعية لماذا لم يكن المرجح حاويها انا مقلد سيد علي السستاني ادام الله عز وجعله هيبة ووقارا شو الداعي اروحان انتمي الى حزبات انا مقلد يقول لي قم اقوم يقول لي موت موت هو وان كان السيد محمد صادق الصدر الثائر البطل روحي دون روحه ولكن ما عسايا ان افعل اختالته يد الصهيونية ويد من يقولون نحن شيعة اذا كنت انا مقلد السيد علي الخامنة المقدس فما عسايا ان افعل بالحزب ما عسايا ان افعل بالحركة ما عسايا ان افعل بكل هذه الترهات اذا كنت انا مع السيد حسن ما عسايا ان افعل بحزبي اذا قال عليك عليك ان لا تقاتل مع ابا هادي اقول له ثكلتك امك قدمي ابا هادي تعادل الكون وما به لك ما يصير اذا احنا شيعة صدق عدنا مرجعية الان مرجعيتنا وحسب قول السيد القائد علي الخامنة اننا نتجه نحو السيد السستاني اعلى الله شأنه بعد اكداء للحزب انا حزبي قال ابو الحزب يصيح من الصبح للعصر عليهم يلا خلن قاتل هل الناس تنهض حينما يقول السيد علي السستاني بخنصره يؤشر عليكم بقتال الاعداء تنقلبوا الارض على السماء هذا صحيح لهم صحيح يقول معلمي حاججهم بايمتهم ان كانوا يهتدون اذا من هو مسؤول المفسدة حينما رأوا الشيعة سباقين لنشوء الاحزاب وتداعياتها خرج السنة يريدون كذلك احزاب اخوانية وهابية عرشة سلفية علمانية بعثية حتى يكونون مقابل الاحزاب الشيعية التي فيها شك ولا يجوز الانتماء لكل حزب مش كان سنيا او الشيع لا يجوز لماذا السنة لم يهتدون بقادتهم في السعودية ورموزهم المنبثقين عن الوهابية ويقولون ان الاحزاب هي حرام وفيها اشكال شرعي اذا يحللون السعوديين الاحزاب علينا بسنتهم في العراق ويحرمونها عندهم هكذا ديمقراطية الاسلام يا لها من ديمقراطية هزيلة يكذبون بها علينا يقينا يقينا من يريد ان ينتمي الى حزب عليه ان يأخذ موافقة بخلع الولاية عن علي بن ابي طالب لان حزبه اصبح ورئيسه وليا مكان علي وكل من يأخذ مكان علي يقينا عليه ان يسأل عن امه فهو ابن حيض وزنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة